أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة استقبل إنبارح سمايلا زببارو رئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل الأفريقية العاملة في مجالات تطوير وتمويل البنية التحتية في أفريقيا وقال دكتور مدبولي أن الدولة المصرية بتبني شركات استراتيجية مع المؤسسات الأفريقية لنهوض بقارة وقال كمان أن فيه إمكانية للتعاون مع مؤسسة تمويل الأفريقية في مجال الطاقة ومشروعات تحليل المياه وتصدير هذه الخبرات لبلدان القارة الأفريقية خلال اللقاء أشار سمايلا بأداء الاقتصاد المصري والتفرة اللي حققتها مصر في السنوات اللي فاتت